يقوم اليوم رئيس روسي فلاديمير بوتين بجولة داخلية يتفقد خلالها اقليم كراسوندرا وشبه جزيرة القرم وقال بيان صادر عن الكرم لانه من المتوقع ان يزور بوتين اثناء هذه الجولة جسر القرم الذي يتم بنائه حاليا والوحدة الجديدة لمطار سيمفريبول الدولي تأتي هذه ازيار عشية الذكرى السنوية للاستفتاء التاريخي حول وضع شبه جزيرة القرم الذي جرى في السادس عشر من مارس لعام الفين واربعة عشر